استكمالا للوحدة الثانية تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح هنبدأ مع الbreak even point equation معادلات نقطة التعادل أول معادلة عندي الbreak even point in unit المقصود بالbreak even point in unit يعني نقطة التعادل بالوحدات الوحدات هنا يعني بالكمية أو الحجم بتساوي الفكسد كوستس اللي هي التكاليف الثابتة مقسمة على contribution margin per unit contribution margin per unit اللي هي هامش المساهمة للوحدة الcontribution margin per unit اللي هي هامش المساهمة للوحدة equal تساوي sales price per unit sales price per unit اللي هي سعر بيع الوحدة نقص ال variable cost per unit تكلفة متغيرة للوحدة عايزين نجيب بقى الbreak even point in dollar dollars يعني بالدولار أو بالقيمة يبقى هنا المقصود هنا نقطة التعادل نقطة التعادل بالقيمة العلاقة الرياضية بتكون في البسط الته ثابتة اللي هي الفكسد كوستس الته ثابتة لاتكاليف الثابتة على contribution margin ratio نسبة هامش المساهمة كيف تحسب كيف تحسب كيف تحسب ماذا؟ contribution margin per unit اللي هي هامش المساهمة للوحدة هامش المساهمة للوحدة سعر بيع الوحدة كل ده مضروف في مية مشكلتي بقى في المقام مشكلتي دلوقتي حالا في ان الكنتروبوشن بارجن اللي هي كانت مقام المعادلة الاساسية دي جبناها بطارية وممكن نجيب بطارية تانية اور يبا دي خلي بالك حسب المعطيات اذا ما لقيتش هامش المساهمة اللي واحدة اللي هو كنتروبوشن مارجن بير يونيت والسيلز برايس بير يونيت مش مش معطى في التمرين يبا ممكن نستخدموا العلاقة الاخرى دي اور يعني او الكنتروبوشن مارجن ريشو نسبة هامش المساهمة ممكن تحسب بطارية اخرى اللي هي مية في المية ناقص الفاريابل كوست ريشو نسبة تكلفة متغيرة اللي قلنا عليها لما كنا بنشرح العلاقات بالعربي كنا قلنا ان نسبة هامش المساهمة هي مكمل نسبة التكلفة المتغيرة اجزامبل سابوز ذات السيلز برايس يعني هنا المثال افترض ان سابوز ذات افترض ان السيلز برايس بير يونيت خمس ريال هنا السيلز برايس اللي هو ساعر بيع الوحدة السيلز برايس كان خمسة SAR اختصار ريال سعودي دي ريال خمسة ريال الـ variable cost per unit تكلفة متغيرة للوحدة تكلفة متغيرة للوحدة كانت معطى بثلاثة ريال SAR الـ fixed cost تكلفة سابتة كانت معطى بعشر تلاف ريال required المطلوب break even point in units بالوحدات نقطة التعادل بالوحدات نقطة التعادل بالوحدات تساوي كان solution الحل هنجيب الاول contribution margin per unit هامش المساهمة للوحدة هامش المساهمة للوحدة العلاقة الريادية بتاعته بتساوي سعر بيع الوحدة sales price per unit سعر بيع الوحدة ناقص الـ variable cost per unit تكلفة متغيرة للوحدة المعطيات كانت موجودة جاهزة sales price per unit كان معطى بخمسة ويطلع الـ variable cost per unit كانت موجودة بـ 3 يطلع الـ contribution margin per unit 2SAR طبعا بير بيع الوحدة لكل وحدة العلامة دي معناها لكل وحدة الـ break even point in units نقطة التعادل بالوحدات نقطة التعادل بالوحدات بتساوي الـ fixed costs التكاليف الثابتة مقسومة على contribution margin per unit هامش المساهمة للوحدة نطبق العلاقة الرياضية يبقى نقسم الـ fixed cost كان موطع بـ 10,000 ريال والـ contribution margin per unit كنا حسبناها بـ 2 يبقى يطلع نقطة التعادل هنا الـ break even point in unit خمس تلاف يونتس خمس تلاف وحدة مثال آخر صبوز ذات افترض أن الـ variable cost ratio 60% from sales price معناه إيه أن نسبة تكلفة متغيرة كتموطة بـ 60% from sales price من سعر البيع والـ fixed cost التكليف السابتة كانت موطع بـ 10,000 SER required المطلوب المطلوب الـ break even point in dollars نقطة التعادل بالقيمة نقطة التعادل بالقيمة تساوي كام solution حل أجيب contribution margin ratio نسبة هامش المساهمة اللي يتعطب المكمن نسبة التكلفة المطرع حسب المعطيات اللي موجودة يبقى 100% ناقص variable cost ratio 100% ناقص variable cost ratio اللي هي نسبة تكلفة متغيرة نسبة تكلفة متغيرة نعوض يبقى 100% ناقص 60% يبقى 40% يبقى contribution margin ratio طلعت 40% break even point in dollars نقطة التعادل بالقيمة نقطة التعادل بالقيمة اللي هي fixed cost تكاليف ثبتة مقسومة على contribution margin ratio نسبة هامش المساهمة نعوض يبقى fixed cost كانت مقطة بال10,000 دا البسط وكان عندي نسبة هامش المساهمة اللي هي contribution margin ratio كنا طلعناها ب40% اقسم يطلع نقطة التعادل بالقيمة اللي هي break even point in dollars 25,000 SAR